اختتمت اليوم في الحديدة اشغال الجولة الاولى لمهام الفريق المشترك المكون من الحكومة والانقلابيين باشراف كبير المراقبين الامميين باتريك كيمرت بعد الاتفاق على ملامح الخطوات العملية الاولى حتى الان لم يعلن اي طرف اي شيء من نتائج ما اتفق عليه ويتوقع ان يعلن ذلك في مؤتمر صحفي بالتنسيق مع كبير المراقبين في طريق عودته عبر الفريق الحكومي من شارع الخمسين وهي الجهة التي قدم منها حين دخوله وحسب ما تم تسريبه من معلومات فان من المقرر ان تستهل الخطوات العملية بفتح طريق المدخل الجنوب الشرقي باتجاه كيلو ستاعش لعبور المساعدات الاغاثية الى صنعاء ومناطق جنوب الحديدة الجانب الحكومي وافق على هذا المقترح مقابل الزام الانقلابيين بازالة الالغام من مناطق التماسي الشرقية وهو اتفاق لم يعلن عنه رسميا حتى اللحظة عمليا ثم تتناقض كبير بينما يجري في غرف المفاوضات وبينما يشهده الميدان فلا يزال الانقلابيون يختطفون المواطنين ويرسلون معتقليهم الى صنعاء ويواصلون حفر الخنادق والانفاق في بيوت المواطنين الواقعة على خطوط المواجهة الجنوبية والشرقية ايضا لم يتوقفوا على نصب منصات الكاتيوشا ولا عن اعادة انتشار المدافع والقاذفات وفي جنوب الحديدة ايضا لتزال المناوشات مستمرة ولا يزال الحوثيون يستهدفون المدنيين في التحيط وحيس وتقتل الغامهم الصيادين والمزارعين ما يثير التساؤل والشكوك معا حول جدية المجتمع الدولي في صنع السلام الحقيقي في اليمن